أبو رضينا أبو رضينا عندي مشكلة في النفس عند الأكل بيحصل نهجان والأكل تقيل في المعدة إيه العلاج المناسب لو سمحت أبو رضينا لو شفتك حديك علقة جبر يا أبو رضينا إحنا في التلفزيون ما بنكتبش علاك خالص يا أبو رضينا لأقلت سنك كم سنة ولا قلت عندك سكر ولا قلت أني أكل اللي بتعبك دي رسالة مقتضبة جدا أرجو منك يا أبو رضينا ابعت رسالة كاملة وأنا جاوبك حذاري تاخد علاك في التلفزيون تفتكر هقولك إيه طب أنت عيان إيه أنت نفسك تعبان حلو أنت رئة ولا قلب ولا بسك حكاية المعدة بتارفع الحكاية بالحاجز فبتضيق نفسك ولا أنت مدخن ولا إيه الحكاية ما قدرش أقولك يا أبو رضينا هذا الكلام إطلاقا أني عندي مشكلة في النفس عند الأكل لا لعلمك في ناس بتعتقد كتير جدا أن الأكل الكتير يكتب نفسه لا جايز الأكل الكتير فضحه فضحه كان هناك مشكلة في القلب ولما كان كتير تفضح كان هناك مشكلة في التنفس في الرئة ولما كان كتير تفضح كان مشكلة في الحجاب الحاجز ولما كان كتير تفضح وهكذا كتير جدا 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 فانت دي رسالة مبتورة يعني ايه مش كاملة فلازم تكملها لنا ابو رضاينة وحسناك الجمعة الجاية بالرسالة حارض عليك اكتب انا ابو رضاينة الاسم مش مكرر كتير يعني في عودي عودي اختي عندها ورم على الغدة الجار درقية والكالسيوم 13 واحيانا 12 ما هي طرق انزال لنسبة الكالسيوم لا مفيش حاجة اسمها كده يا بنتي مفيش حاجة اسمها هنا طرق انزال لنسبة الكالسيوم الورم ده الغدة الدرقية عادة اربعة وراء الغدة الدرقية تقول لي عادة انا اول مرة اصمع في التشريح كلمة عادة انا اقول لك دي الوحيدة لكده عادة اربعة غدة قد الحموص قد الحموص ورا الغضة الضرقية الغضة الضرقية لها امام فرقابتك من هنا وراها اربع حموصات بتقول لي طب بتقول عادة ليه اقول لك قد تكون في صدرك قد تكون في الصدر وقد تكون اكتر من اربع وقد تكون اقل هي ملهاش قاعدة وبالتالي هناك اختبار بالمسح الزري يقول لي ايه الحكاية القضية ايه بني واش قضية كالسيا معيلي القضية قضية ورم معظم امراض الغضة الجاردرقية حميدة اقول لك 99% منها حميدة لكن ممكن يكون لا المسح الزري حيقول لي الورم فاني حد في مسح زري للغضة الجاردرقية اسأل عليه واذا كانت كبيرة ما تتشالي يا اخي ما تتشال هل قست الهرمون بتاعها هي بتطلع هرمون اسمه باراثرمون منقيسه الطبيعي لحد 75 في بعض المعامل شوفوا كام بقى هذا الهرمون لما يبقى 90 زي ما يبقى 600 زي ما يبقى 1200 لا فدي برضو الرسالة مش كاملة ترجمة نانسي قنقر